بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ان شاء الله الفيديو ده هنبدأ ان احنا هنتكلم على اول بيلر من البيلرز بتاعة الوبجيك توريندد بروغرامنج اول حاجة منهم هي الانهيرتنس والانهيرتنس دي انا ايه يعني مراسل يعني دوقتي مثلا عندي كلاس اسمه user هنقول مثلا ان احنا هنشانج الموضوع ده شوية هنتويك نقول ان احنا هنعمل كلاس تاني هيبقى اسمه مثلا employee.PHP ومسلا كلاس تاني اسمه employer.PHP ومسلا عندك كلاس تاني اسمه person.PHP يعني هتلاقي ان في امثلة دايما كلها تبقى ماشر في الحتة دي ان انت عندك مش عارف البيرسون هتلاقي ان مش عارف ده انه هو person والemployer برضو person فالتنين بيانهيرتنوا من نفس الكلاس هتلاقي امثالة بالمنزه داي. انا بقى نشوف برضو مثال هو يعني مور related للموضوع بقى احنا مش هناخد الامثال بتاعت العال دي. anyway حشان تفهم بس الموضوع. دلوقتي انت عندك البرداماش ازاي. اه عندك employer. وعندك employee. دول بيقوا او children بتاعت كلاس معين. ليه دلوقتي انا ممكن نحتاج ان يبقى فيه اصلا children للكلاس معين. نقول ان ده ده جواه مسلا معينة زي مسلا ال name. اه مسلا فيه اللي هي ووك ران. فالemployer والemployee بيحتاج للميثود دي. بقى هل تدخيل بقى ان انا هاخد اعمل الميثود اللي اسمها ووك وران دي. في البيرسون وجوه الemployee. وجوه الemployer. ومش عارف مسلا كل الemployee بقى هتلاقي مش عارف اتش او ار وبتاع. هفضل لدي الميثود كده. لأ ده كده موضوع يعني مش افشنت بمفيك كفاءة. او مش افشنت خالص بقى. لان احنا بنحاول ان احنا بنتين حاجة اسمها ال draw. ال draw دي ان انت تنت repeat yourself. يعني ما تكررش نفسك في الكود اللي انت تكتبه. فهتلاقي مسلا ان ال inheritance ال inheritance احيانا بتوفر عليك في ان انت تخلي كود بتاعك dry فعلا. يعني ممكن بعض الميثود زي ما تحددكش ان انت هتتعملها مرتين تلاتة في نفس ال class. طيب ده بالنسبة لل person بالنسبة للemployee بالنسبة للemployee فهتعال ندفين الموضوع ده. نقول له دلوقتي كده عندك class ال person ده. ونقول له مثلا في اا نقول ايه مثلا ان هو can run. هتقول له مثلا ان ده اا بيقدر ان هو عند براج الموضوع ان هو بيترن run وخلاص يعني. مش هنتوي كايف حاجة زي كده. وهذا كده نقول له مثل تانية مثلا can walk. هي اكشني مفاشت باسمها can walk يعني اسمها run وخلاص. ودي هي باسمها walk. ودي كل اللي بتعمله انها بتريترن walking دلوقتي مثلا. الemployer والemployee لو فتحنا الفائلز بتاعتهم employee. هتلاقي ان انت عندك ال class ده. يعني require class التاني عشان يبقى available بنسبة لنا في allperson.php. وهن define class اللي اسمه employee. طيب بقى انهرت ازاي بقى. انت بتانهرت عن طريق كلمة اسمها extend. extend يعني دلوقتي كده مثلا لو اعملت ايه. لو جيت هنا اعملت require ones على الاتنين دول. الperson.php او على طول بقى مش محتاج الperson هنا. employee.php. وقلت مسلا employee equal new employee. لو اعملت فردنب على الemployee ده. وجيت هنا اعملت refresh. هتلاقي ان هو بيقولك ايه? ادي object من employee ميفوش اي حاجة. بس دلوقتي لو جيت استخدمت الكلمة. keyword اسمها instance of. يعني هي مكتوبة صحة طبعا. هي بديه بدي تقولك ايه يعني. type of. بتجملك type بتاعه. دي في شفا سكريبت. يبقى instance of ايه? بتشيك اللي هو instance من حاجة معي. في دلوقتي لو قلت ان الemployee ده is instance of person. وجيت انا بقى عملت require person.php. بس هتلاقي انها بتقولك ايه? pull true. يعني ده دلوقتي فحد ذات قول الemployee هو instance بالemployee اللي هو عمله. اللي هو نفسه يعني. اكيد ده true. وكمان هو instance من person. يعني هو نسخة من class نفسه اللي هو اسمه employee ونسخة من parent بتاعه. parent مين? parent law person يعني مش ده بيكسند منه. يبقى ده اسمه child. وده هيبقى اسمه parent. ففي الحالة دي. child بيبقى instance من نفسه. وكمان بيبقى instance من parent بتاعه. وده شيء بديه يعني. دلوقتي بتبقى نسخة من نفسك. وبتبقى يعني اللي هو copy صغيرة منهم كده. فدي الفكرة من inheritance. فالدوقتي انا ممكن اكسس اي method بقى هنا. لو قلت له مسلا اه var dump على الemployee ده. مسلا اه walk. هتلاقي ان هو بيقول لك walking والto dots اللي احنا كنا نحطط له. مع ان method دي اصلا مش موجودة هنا. class fuzzy. بس عشان هي موجودة ده person. والclass ده instance كمان من person بextend person. فهو كمان instance منه. تقدر ان انت تاخد كل method دي موجودة هنا كأنك عملت كده. copy. رح ترزعه هنا كده paste. بس من خير ما تعمل كده. فانت بتكتب method ones. وبت implement او بت extend اكتر من clause. دي فكرة inheritance. php by default هي بتقابل مشكلة في inheritance يعني. هي مش multi inherited language. يعني يعني. يعني ال clause بي inherit من class واحد بس. يعني employee يقدر ي inherit من person بس. لو جربت مسلا ان انا اقول له بي inherit مسلا من employer. فهتلاقي هنا ايرور دلوقتي. هتلاقي ان هو بيقول لك ايه syntax error unexpected comma expecting يعني انا دلوقتي انا مش بستني حاجة تانية انا بستني كده اللي هو عايز افلت الكراس بقى اللي هو سوري فتحت الكراس بتاعه. ففي حاجة اسمها traits. انا بنتعرف على هذا فيديو الوحدة. بتحل مشكلة single inheritance اللي بتحصل في php. طيب. معنا هنا بقى من المسال ده يعني هو مش مسال ال prograhamتك هل بقى اي منظر من المنظر. تعال نشوف مسال كده يعني هيكون احسن شوية. اه مسلا لو روحنا على حاجة من الفايلز اللي موجودة يعني. تعال مثلا نبص هنا كده هتلاقي اسمه تمام. اه دي حاجة اسمها مودل زي يعني يعني بقى نتعرض معها قدام بس انا عايزك تفهم فكرة من هنا. دلوقتي حاجة اسمها ده ده احنا عمليه جميل جدا. حاجة اسمها المودل. طيب تعال نروح على المودل ده. اه سيبك من كل الكلام اللي موجود ده يعني انا بنفاهم معها بعدين. بس الفكرة دلوقتي ان المودل ده العاملها ايه? عاملها ان هو الحاجة اللي بتتعامل معها الاتابيز. جوه حاجة اسمها الاليكونت. انا بقى هنتعرض لها برضو بعدين. بس ايه عاملها? كلاس واحد بيتعامل مع الاتابيز. وخلص بقى مش لازم في كل كلاس هعمله. فالابروفل ده يعني مسلا ان انا محتاج ان انا خليله آآ في الاتابيز. هروح اعمل له فانكشنز هنا بقى بتاع. وهو هاية كلاس واحد بص هيبقى كبير جدا ومش مشكلة هيبقى زي ما هيكون. بس في النهاية خلاص هو كلاس واحد كل الخلاس بتنهرت منه. يعني اي حاجة اسمها موديل هنا. زي مين مثلا الابروفل ده برضو موديل بيكستند منه. الرول برضو موديل بيكستند منه. السيل الابلود اليوزر. فهتلاقي كل الموديلز اللي بتعملها بتكستند حاجة اسمها البيز موديل. اللي هو فين? اللي هو ده. البيز موديل ده بيدديرو كيمية فونكشناليتز مش طبيعي. هتلاقي كيمية بتجيله منه من اللي بتحصل من اللي بنتعمل معها برضو. فمن خلال بس اللي حصلت هنا دي. انت بقى ليك على حاجات كتير جدا من اللي بتقدمها. انا بقى نشوفها بالتفصيل المميلي يعني في فده ان انت تستخدم فيه. ان انت عندك مسلا اه كلاس كبير ده هتحتاج الفونكشناليتز استعته في كل حتة. زي ايه مسلا لو رجعنا المشروع اللي حين قد نشتغل فيه او الفايل ده. دلوقتي مسلا نقول ان انا عندي انا عندي كلاس داتا بيز تماما. ده ده. هو مش داتا بيز ده انا كلاس محتاجه عندي في كل الفايلات. يعني في قدام مسلا خلينا خلينا نمسح الفايلات اللي ما اشتغل اسمها. الامبليوي والامبليور والبيرسون. ونعمل فايل تاني مسلا نقول له بوست.بيتش بي. وفايل تانيت اسمه توبيك.بيتش بي. كل واحد من دول هيبقى مسؤولا حقا. نقول له مسلا ده كلاس التوبك. وده حاجة تانية هنا اسمها كلاس البوست. جميل جدا. كلاس البوست ده هيبقى مسؤول عن مين? هيبقى مسؤول على البوست بتاعتي. يعني ده كونفنشن معمول لارفل بتتعامل بيه فبنمشي عليه. ان ده لما انت عندك الموضل بيبقى هو سنجلر فيرجن. التابل بيبقى اسمها اللي هو اللي هو البرورال فيرجن منها. وموضوع بتحسوا النواب دي هي. يعني ايه ده ادراتي عندك مثلا يوزرز تيبل. فدول كل اليوزرز اللي بتلوجين عندك. فاليوزر ده بيربرزنت مين انستنس واحدة منها. الهي في الغالي بتبقى الكران تلوج دي ان يوزر. فعشان كده دايما بتلاقي اسم الكلاس هو بوست لو هي التابل اسمها بوست وهكذا. ايواي البوست موضل ده او الكلاس ده هيبرزنت البوستس اللي موجودة عندي في الويب سايت. حالو جدا. يعني هو محتاج ايه? محتاج ايه? محتاج ومش عارف عندك مثل تانية ريد مسلا. او ايدت بقى يا مسلا. ايدت. اه عندك مثل تانية اسمها دليت. اه مثل تانية مش عارف اسمها اف ديت. وبوست هتلاقي هنا دول. كل واحدة طبعا لها اللوجيك بتاعها اما كان جي كل واحدة لها الكنيكشن على الدات بيس بتاعها. فليلا سو ده. وتخيل بقى ان ده هيتكرر في التوبك هيتكرر في اليوزر. لو انت عندك فعال ابلوت سيستم زي ما احنا كليسة شايفين في البروجيكت لنا وراته كده. هتلاقي ان ده بيتكرر مع الفايل. فهتلاقي ان فيه عاق بتاع ده يحصل بقى. فانت هتعمل يا معلم. كل انت هتعمله. ده مسلا تخلي هنا. كل في حاجة بقى اللي انت عايز تخليها لها عليك بتاع ده بيس. اه مسلا هنا دي فونكشن اسمها انسيرت. مثل تانية اسمها اه مثل تانية اسمها دليت. والاخيرة مثل اسمها ريد مسلا او او ايا كان مسمى هي مش هتفرق. مسلا دلوقتي هتحط اللوجيك كله هنا. وتخلي موضوع دينامج يعني معلش هاخد اسم التابل. اه مسلا تاخد الكولنز اللي انت عايز تابديد بيها. وهكذا هتخلي موضوع دينامج على قد ما تقطع. تيجي هنا في اليوزر تقول له لا ده بيكستند الداتا بيز. خلاص خلصت. كل الفونكشناليتيز اللي موجودة جوا الداتا بيز بقت موجودة عند جواه اليوزر. وكلاس اليوزر فقط. ممكن اتعمل مع داتا بيز وتعمل مع كل حاجة. وانا ما كتبتش سينجل لين جوا نفسه بقى انا هخليه مخصوص عشان حاجة تانية. فده الحد هنا يبقى احنا كده خلصت كلام عن الفيديو الجيه هنبدأ ان هنا نتكلم على بيلر تاني من فور بيلرز اللي معنا. عشان كده ما تنساش ان انت تتعامل سبسكرايب عشان يجي لانتفيكيشن بالفيديوهات دي اول ما يتعمل لها. هتلاقي في الديسكريبشن سوشي لينك ستاعتنا لو حابب ان انت لنا فلو. اتمنى تكون استفدت بالفيديو ده. شكرا والسلام عليكم.